لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة نوها سمير دنيا عميد كورية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس دكتور نوها بعد التحية يعني من خلال متابعة حضرتك لفعاليات القمة كيف تقيمين سير الفعاليات والله هو حدث كلل أنا فخورة بالمؤتمر وفخورة بما حدث داخل المؤتمر وبالإرادة السياسية نزيل ما حيث قلت أن رئيسها فتاح تيسي وفحمة رئيسها فتاح تيسي هيمد المؤتمر اليوم لأن التصميم على أنه يكون مؤتمر تنفيذ وليس معهدات فقط وده كل صدل الإرادة الخاصة بالحلول في جميع المجالات وكانت وقعية حلول وقعية جدا وتجارب ثانا مصر عملتها وأظهرتها داخل المؤتمر نعم دكتور يعني الكل حريصون في المؤتمر على إنجاح المؤتمر وبالأخص رؤساء ومسؤول الدول الإفريقية كيف ترين أنه سوف يؤتي بثمارها الإيجابية على القارة الإفريقية؟ هو أصلا كان هدف المؤتمر الأتاكي في مصر من خلال رؤية مصر أن أفريقيا تكون تحسين نوعية الحياة داخل أفريقيا تحسين إجراءات التكيف مع المناخ داخل أفريقيا وتمسين المرأة ومساعدة المرأة ودورها داخل أفريقيا وفعل انتحاء ذلك من خلال أكثر من مشاركة من الجارة الأفريقية مع الدول المتقدمة من أوروبا ومن أمريسيا وفي أكثر المشروع تم فعل اتفاق عليه عن جانب الأفريقيا للمساعدة ومصر طبعا كانت نحور أساسي لأنه تمثل السلطة الأفريقية داخل المؤتمر فأعتقد أنه يبقى كله أثر جامس جدا على أفريقيا ومشنا عندنا برضى سفير المناخ الأفريقي وكيفية الجماعات ودور الأتاديميا في رفع الوعي داخل أفريقيا واشترت معنا أكثر من سفير المناخ في أفريقيا وقدموا عبر الضقرية الدوم عن بعض مشاكلهم ورأيوهم وكيفية جالسة ومتعة جدا بدور الشباب في أفريقيا وكيفية نشر الوعي في قارة أفريقيا والتغير المناخ نعم يعني محور هام جدا وهو نشر الوعي في قارة أفريقيا بين الشباب لأنه بالشباب سوف يتم الحفاظ على المناخ والبقاء في بيئة نظيفة الدول الأفريقية تبقى الخاسر الأكبر عالميا من التغير المناخي ما أولويات دعم القارة السمراء في ذلك؟ أولويات دعم القارة السمراء في توكيل المناخ وتوكيل الدكنولوجيا داخل القارة السمراء وليس مجرد نقل الدكنولوجيا دوطنها وتعليم كيفية السوادر المختلفة للتقنيات الحديثة مثل هذه الدرجين الأخضر التخدام التقوى الجديدة ومتكددة استصلاح الأراضي تغيير التركيب المحصولي عشان يتحمل الظروف التفاع درجات الحرارة والمياه الملحة هناك أكثر من طريقة يمكن تحسين الوضع داخل أفريقيا وزعين كوادر بتضربة على كل التقنيات الحديثة لتعطينها داخل أفريقيا نعم بالعودة أيضا إلى تمديد القمة اليوم إضافي وهذا ما صرح به سامح شكري وزيري الخارجية ما توقعك حيالة أبرز الملفات جدلا ونقاشا خلال اليوم يوم غدا بين الدول الكبرى من ناحية والدول النامية من ناحية أخرى طبعا الأول جاء أول كدر على التمويل وكيفية تقرأ التمويل وكيفية تعلن تنفيذ هذه المشروعات وطرق تنفيذها وضمان تنفيذها يعني ضمان نعتد من الدول المتقدمة أن تنفذ عدلين الشريع كيفية تكون الألية نحن عادي نسلع تعلن بألية التنفيذ وليس مجرد واعد بالتنفيذ وده يمكن لمعطل النتيجة شوية بتعطي المؤتمر يعني سنة يعني يوم ستجده يوم آخر للوصول هذه الألية في التنفيذ وضمان مصر أن هناك ألية سائرة تنفيذ هذه التعهدين نعم يعني هناك بعض التصريحات التي استوقفتنا خلال مؤتمر المناخ وبالأخص قال ممثل دولة نرويج أنه لابد من تحقيق مبدأ الخسائر والأضرار مؤكدا على أنه لن يغادر شرم الشيخ دون الاتفاق على هذه النتيجة وأيضا هناك تصريحات مختلفة من مسؤول غانا وغيرها من البلدان المشاركة في المؤتمر كيف تري مثل هذه التصريحات ودورها في إحداث حراكا وتأثيرا على التوصيات غدا طبعا المنويج من الدول المتعاونة كيف تكون التفاقية بتاعتهدين الأخضر مع مصر وكيفية وضع تكون الخاصة التنفيذات الاتفاقية ويجب كأن اعتراف الدول المتقدمة ودي الميتة في هذا المؤتمر عن أي مؤتمرات أخرى الاعتراف الدول المتقدمة به مدى الخسائر التي تعرضت لها الدول النمية من ظهرة تغير المياه فخسائر الأضرار دي هو أقوى ملف داخل المؤتمر ويجب اعتراف كل الدول لعمل التعويضات اللازمة لهذه الخسائر والأضرار وده يمكن شوية يعني إن شاء الله بإذن الله يكون النتيجة فيها في ضوصيات المؤتمر وفي نتائج المؤتمر واضحة وطريحة على الاعتراف بهذه الخسائر والأضرار نعم ختاما جزيل الشكر لك يعني أو قبل أن نختم نعود إلى التعاون المصري مع ملفات البيئة ونرى إنجازات في العديد من المجالات منها التقاط المتجددة والهيدروجين الأخضر برأيك كيف تؤثر أو يؤثر هذا التعاون المصري على الحفاظ على المناخ والمشاركة الفعالة في قمة المناخ طبعا ده وإحنا مصر صباقة في هذا المجال إحنا عندنا في مصر أكثر من مبادرة كانت قبل زي مبادرة التحضر الأخضر قبل إستضافة مصر مؤتمر المناخ فمصر صباقة في هذه التفقيات كثير على محطات تحلية المياه تفقيات على البتحة العلمية والأكاديمية وأبحاث كثير ودرسات عن استخدامات الهيدروجين الأخضر والحمد لله هي توجد في الاتفائيات التي هي بالتنفيذ إن شاء الله مع الدول المتقدمة وإحنا كأكاديمية كمان هننعمل إن شاء الله دورات متقدمة للتعليم السوادر اللي هيشتغل في هذه المظائف الحضراء واللي هيشتغل في التقريات الحديثة ندرنا كأكاديمية وكجانب جميعية فإن شاء الله يكون في نجاز جامد الفترة القادمة بإذن الله نعم ختابا جزيل الشكر لك دكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس